بالليل في شقة أيصر ابتسم وهو قاعد فوق السرير بعد ما شاف رميساء بتخرج من باب الحمام ورايح ناحية السرير وقتها تناهي التنهيدة طويلة ولحظت رميساء دا وسألته كل هايدي تنهيدة اتناهت مرة تانية وقال أخيراً أصف خرج من المستشفى أنا لما شفت منظره في بيت البحيرة كان جواي رعب أول مرة أحس بالخوف من قلبي كنت خايف أتأخر وينفى دلوقت خوف تفقده هو كمان بس أصف مش زي سامر بالنسبة لي صحيح اللي اتنين إخواتي وكان نفسي يعيش سامر ونبقى ثلاثة زي ما كنا وإحنا صغيرين بس أصف بالنسبة لي هو ظهري اللي بتسند عليه من صغري لما بابا دخلني المدرسة العسكرية علشان كنت مشاغب بس كنت لصنع الفاضي كان سهل اللي قدامي يتغلب علي بسهولة كذا مرة وقعت في مشكلة كان أصف هو اللي بيسندني ويدري علي قدام بابا حتى لما ما حبيتش أكمل في دراسة الطيران الحربي هو اللي سندني وأواني قدام بابا وإن لازم أعمل الشيء اللي أنا مقتنع به أنا وأصف عشنا قريبين جداً من بعض حتى بعدما أصف ساب المدرسة العسكرية ودخل كلية الحقوق كانوا زميلي بيخافوا منه كنت بشاغب على حسه وأنا متطمن أصف كان أخونا الكبير حتى سامر نفسه كان بيحبه وبيحترمه أكتر من بابا أصف كمان كنا بنعتمد عليه دايماً ونتحامى فيه قدام بابا أنا عزرت قلب أصف لما شفت سامر قدامه عقله شت منه بقى زي المجنون وبعد سهيل عنه هو اللي رجع له عقله صعب تشوف أقرب شخص ليك قدامك بينازع ما بالك ده شفت سامر مقتول وكان المتهم الأول أقرب إنسانا لقلبه لعبة القدر دخلتهم الاتنين في دايرة مغلقة وتحكمت بأسوة القدر غريب مثل ما بتقول طانت شكران أنا قررت انتقل من ألمانيا وعيش هون بدفى مصر أو بالأصح دفى قلب طانت شكران وكمان قدمت عطلب لنقل لفرع الشركة هون بمصر حتى بابا عجبته الحياة هون وأصبح يميل للخروج طول الوقت عكس ما كنا بألمانيا كان يضل معظم الوقت بالسكن ولما سألته شو اللي تغير قال لي صحبة الناس هون في ألف كتير لمعت عيون أيصر وانشرح قلبه أنا كنت بفكر بما إن الحمد لله ربنا خد بإيد أوصف وحلته تحسنت إحنا كمان بقى نشوف حلنا كعرسان ونتهنى أنا قررت نسافر كام يوم نقضي شهر عسل المفروض إنه شهر عسل مو كام يوم مسمو مهم المدة المهمة المكان وين بنروح ابتسم أيصر وفكر للحظات إيه رأيك نروح سويسرة لقى النمسا وبعد كلام كتير استقر على فيينا سألت رميساء وليش فيينا بالذات ابتسم وغمز لها بمكر مش أسمهان بتقول فيينا روضة من هوى الجنة وأنا يا جميلتي دخلت معاك في أجمل جنة في شقة آصف اتمددت سهيلة على السرير غمضت عنيها برغم إجهادها طول الليالي اللي فاتت في المستشفى جنب آصف بس ما حستش بده ما حستش بالإرهاق وعدم شعور النوم كأنه جفاها عمدا مش حاسة سبب أخبرها قلبها أكيد السبب هو نومك الأيام اللي فاتت في قوضة المستشفى مع آصف حسة إن السرير هنا غريب عليك بس بسرعة تهكم عقلها وقال ودي أول مرة تبقى بعيدة عن مكان وتتنقلي ما كنت بتنامي عادي اعترف إن السبب هو إنك في قوضة وآصف في قوضة تانية واثق قلبها على الجواب بس رجعت الحيرة تضرب عقلها بالمشاعر متخبطة خرجها من الحيرة شعورها بانخفاض مرتبة السرير كأن حد قعد عليه فتحت عينها وبصت بسرعة بخوف وتعدلت وقالت آصف أنت حاسس بأي وجع؟ شامر آصف على قلبه وهزلها راسه وقال لها برجاء أيوة حاسس بواجع هنا خليك قريبة مني يا سهيلة خليني يقنام هنا جنبك على السرير مش عاوز غير إني أحس إنك هتفضلي قريبة مني بعد مرور عشر أيام فشقت آصف الصبح عدلت سهيلة هدمها وجابت شنطة إيديها والجاكت التقيل وخرجت من القوضة وتقابلت مع صفوانا اللي ألقت عليها الصباح وهي مبتسمة الفطور على الصفرة وآصف والحجة شكران قاعدين مستنينك تسلم إيدك راحت سهيلة لغرفة الصفرة لحظت البسمة اللي كانت على وشة آصف بس بدأت إنها تاكل لحد ما قالت شكران هو معد وصول طيار الطاهر الساعة كام ردت عليها سهيلة زمان الطيارة في الجو وعلى وصول اتصل علي من شوية وقال لي إنه قرب يوصل للمطار وأنا هتقابل معاه هناك وكمان رحيم ابتسمت شكران يوصل بالسلامة إنتي هتروحي معاهم البلد أيوة وكمان النهاردة عيد ميلاد رحيم وتيتا سمية عملاله حفلة مخصوص قالت نحتفل بمناسبة رجوع طاهر وعيد ميلاد رحيم ولازم كلنا نبقى موجودين حتى هويدة كمان نبهت عليها ابتسمت شكران وهي بتبص لآصف اللي قاعد ساكت وهي عارفة اللي جواه هو إنه مش عاوز يبعد عن سهيلة وقتها قالت بمكر وهترجعي بكرة المساء بص آصف لسهيلة يترقب ردها أنا أساسا خدت أجازة بالعافية أجازاتي السنوية كلها خلصت بس مش مهم ابتسمت شكران وهي بتبص الملامح آصف اللي تبدلت لغضب طفولي وقالت ربنا يخليكم لبعض أجازاتك خلصت كمان بسبب آصف المفروض كنت تاخدي هدية قصاد اللي تخصم من مرتبك بسببه المفروض تجيب لها هدية يا آصف حست سهيلة بخجل وارتبكت أنا كنت بهزر أنا شبعت هقوم بقى علشان الحق أوصل مع بابا للمطار ابتسمت شكران وقالت بس أنا مش بهزر المفروض تاخدي كم يوم أجازة وتسفر تغييري جو بعد اللي حصل الفترة اللي فاتت هي ردكم تسفروا مع أيصر ومراته هيسفروا بعد بكرة وهيقضوا هناك سبوعين كان آصف هيتكلم بس سبقته سهيلة أنا بقول أجازاتي السنوية خلصت وخدت دي بالعافية وبدلت كمان مع دكتورة معايا في المستشفى في النباط شياط أنا شبعت بقى هقوم عشان ألحى أوصل بصت شكران لوشة آصف وحست بأسف كملي فطورك آصف هيوصلك وكمان يستقبل معكم طاهر كالترخيره اتصل كزمرة واتطمن عليه وفعت سهيلة وكملت فطرها معاهم بعد شوية سهيلة كانت قعدة هيو آصف في العربية كان شارد في الليلة اللي كانت ليلة خروجه من المستشفى باك اللي وقت خروجه من المستشفى في لحظة رددت سهيلة وهي بتبص العيون آصف المترجية لها رفق قلبها وانزحت شوية الورى كانت إشارة واضحة بالقبول انشرح قلبه آصف وهو بيتعدل على السرير بس وجع عظمه وخلاه يئن اتلهفت سهيلة عليه وقالت خلينا ساعدك تمدد على السرير كمان عدلك المخدات علشان تحس براحة ابتسم آصف واسب جسمه ليها لحد ما سألته كده حاسس براحة ولا حطتلك مخدة كمان ترفع ظهرك شوية هزلها راسه بالموافقة قامت من فوق السرير وراحت نحيب باب القوضة فقال آصف باستغراب رايحة فين هجيب مخدات من القوضة التانية وارجع اتناهد آصف بابتسامه وهو بيستنى لحظات لحد ما رجعت سهيلة من مخدة ابتسم لها وهي بتقرب من السرير جبت مخدات علشان احطهم وراه ظهرك هتحس براحة اكتر ابتسم وهو بيرفع جسمه شوية عن السرير عدلت سهيلة المخدات وراه ظهره اتكأ عليها وابتسمت له وقالت كده هترتاح اكتر فعلا كده ارتحت بس هرتاح اكتر لما تنامي جنبي على السرير هنا السرير واسع وياخدنا احنا الاتنين مش زي سرير المستشفى بلعت سهيلة بارئها بكسوف وكانتها تعترض لكن نظرة عيون اصف خلتها تستسلم تمام راحت الناحية التانية من السرير ونامت عليه كانت حسة بارتباك من نظرات اصف نحيتها وابتسمته بدلته الابتسامة بصّلها اصف مبتسم وهو بيقول تصبحي على خير يا سهيلة ردت وهي لسه بتغمد عينيها علشان تهرب من الشعور الغريب بعد كم ساعة جيه صباح يوم جديد صحي اصف وحرك ثوابه على وش سهيلة لحد ما فائت صباح الخير صباح النور بالخطأ ايديها قربت من صدر اصف رغم انها بس لمست صدره بس ادعت تأوه بألم عمد فقامت سهيلة وقالت له بأسف أسفة ما كانش قصدي بالرغم من شعور اصف بالألم بس كان فيه شعور تاني منشرح في قلبه زاد اول ما قربت منه سهيلة لو حاسس بألم قوي قديك حقنة مسكنة لا بالعكس حاسس بألم بسيط جدا ابتسمت له سهيلة براحة تمام زمان ناخلتي صفوانا نايمة هقوبة حضرلك فطور وتاخد العلاج بعدها وهيختفي الألم البسيط دخلت صفوانا وشكرا عليهم اللي ابتسمت وقالت صباح الخير شكلك نمتي كويس مبارح ابتسمت صفوانا بمكر وردت هي كمان أكيد ارتح هنا أكتر من المستشفى بصت شكرا ناحية سهيلة اللي كانت حسة بخجل وغمزت لصفوانا فهمت صفوانا غمزتها وسيرتها الواحد مش بيرتح غير في فرشته جنب حبيبه حست سهيلة بالكسوف واتهربت فيه علاج آصف لازم ياخده على الريق هروح أجيبه منه القضة التانية هربت سهيلة من قدامهم بس بصت شكرا بحنان لآصف ابتسمت وهي أحسة بسعادة بسبب الصفاء الواضح على وشه رجع من ذكرى الليلة دي أول ما سمع رمت الموبايل بتاعت سهيلة اللي خرجته من صنطة إيديها وابتسمت وردت بسرعة وسمعت طاهر أنا نزلت من الطيارة هو لو ما كنتش في المطار تستقبليني هزعل منك لا أنا أساسا وصلت خلاص قدام المطار وكنت هتصل على بابا أكيد هو وصل قبلي على ما تخلص إجراءات الخروج هتلاقيني أنا وبابا ومعنا رحيم وحسام ابن هويدة كمان بابا قال لي أنه شبت فيه وجاي معه غصب كويس والله أهو حسام دي الحسنة الوحيدة اللي عملتها هويدة في حياتها يلا أشوفك كمان دقايق قفلت سهيلة الموبايل وبصت لأصف اللي كان قاعد جنبها في المقعد اللي وراء بالعربية استغربت أنه وشه متغير سألته أصف مالك شكلك متدايق هو كتفك رجع يوجعك تاني بيوجعني حاجة بسيطة هيفضل فترة بيوجعك والمفروض ما تجهدش جسمك بالرياضة زي قبل كده وكمان التدخين التدخين أهو بحاول أتأقلم مع الإقلاع عنه حتى الرياضة بقى التمارين بسيطة تكاد تكون معدومة موضوع الرياضة ده مجرد فترة بس يعني كتفك يلتأم وترجع تاني تمارسها لكن التدخين سبق وقلت لك ده إرادة منك هز راسه لها بابتسامة وبصت سهيلة برا العربية وابتسمت وصلنا المطار هتصل على بابا علشان نوصل لبعض بسهولة وبعد شوية فصلت الوصول شالت سهيلة حسام اللي رمى بنفسه عليها كانت بتدعبه بمحبة وهو بيبسها لفت ده نظر آصف ده خل قلبه شعور وأمنية أن يشيل في يوم طفلي يجمع بينه وبين سهيلة بس أمنية ما كانتش بعيدة بعد هدوء الحياة بينهم بعد دقايق طل عليهم طاهر ابتسموا وشوروله شورله كمان حسام بمرح استقبل أيمن طاهر وحضنه باشتياء وبرضه سهيلة لحضنته وكانت مبتسمة وهي شايلة حسام اللي بسرعة رحله وشاله طاهر بمودة وحب وكمان سلم على آصف دقايق وقفوها في صالة الوصول قبل ما يمشوا من غير انتباه لللي كانت لسه قلبها مشغول بالحب الأول وأثره في قلبها لسه مرحش ده مع سالت من عينيها بتلوم قلبها ياريتها معرفت ما عاد وصول طاهر عرفته صدفة من سهيلة مش عارفة سبب مجئها النهاردة إيه هل هي راحت علشان كمل جلد قلبها برؤية طاهر وتزيد من حدة النصل اللي بيموت في قلبها بالليل في بيت أيمن كانت الفرحة بتعمل مكان بمناسبتين رجوع طاهر وعيد ميلاد أصغر أبنائه اللي بقى شاب بيافع دلوقتي هو فضل هو الصغير المشاغب اللي مجاش متأخر والكل بيستناه رم جرس للباب قامت سهيلة وقالت أكيد ده رحيم خليك يا ماما وأنا هفتح له الباب راحت سهيلة وفتحت باب البيت وقفت تبتسم وقالت قلت هتقابلنا في المطار بس حضرة الزابط دايما متأخر حضرة الزابط على آخر لحظة كان هيتعاقب ومش هينزل أجازة كمان كويس إنك لميت نفسك يلا بقى تعالى تيتا سمية عملت لك قالب كيكة مخصوص تيتا دي حبيبتي هابستسلم على طهر الأول أحلل للهدايا يلا بينا دخلوا الاتنين لقضت المعيشة أم طهر مبتسم وقال بمرح أنا لما تأخرت كده قلت القائد عمل معروف ولغى الأجازة بتاعتك وهستمتع بالكيكة بتاع التيتا الوحدي هاهاي حظك على آخر لحظة كنت هتعاقب بس القائد عرف إن النهاردة عد ميلادي قالب لاش ينكد علي بحك رحيم وهو بيحضن طهر بأخوية وقال له بمرح قل لي بقى جبتلي الهدايا اللي طلبتها منك ها ها المفروض تبقى الدبل يعني رجوعك مصر وكمان عد ميلادي ضحك طهر كفاية سلامات يا ولاد يلا يا صحر خدي البنات وهاتي العشاء عشان نحلي بالكيكة بعده اللي أنا عملها مخصوص لاستقبال حبايب قلبي بسطت لها هويدة اللي حست بغيرة من قلفتها معاهم وسهيلة كمان أول واحدة حبيبة قلبك بس ليه معزمتيش آصف كمان ما هو من العيلة جزحة فتك الغالية دي ثابت جزها اللي يا دوب خف حست سهيلة بتهكم في كلام هويدة وينيتها انها تفسد الراحة واللطف اللي هم فيه فحاولت تلطف الكلام لا أصف فعلا لسه ما خفش تماما بس بقى بيقدر يستغنى عن اهتمامي بيه كمان طنط شكرا هي بنفسها يعني بتهتمي بيه أكتر مني والحكاية كلها يوم واحد مش قصة يعني بس رحيم لهوايدة حس انها عاوزة تحط اي حاجة تنقص الليلة دي فتدخل وقال أصف بقى بخير وبعدين دا احتفال عائلي صغير وخلونا نحتفل بقى أنا عاوز أفتح الشنط بتاعي الطاهر أشوف الهدايا أنا أجست يوم واحد بس يعني أعمل حسابك مفيش نوم لحد الصبح ضحك طاهر وتجاهل الكل رد فعل هويدة اللي كانت حاسة بسخافة بعد شوية قعد رحيمة على يسار سمية يدوق الكيكة بتلزز تسلم ايدك يا تيتا ابتسم طاهر اللي كان قاعد علي منها أحلى كيكة تدقها من ايد تيتا سمية وفقت سهيلة كلامه